رغم التكاليف المالية الكبيرة التي أنفقها المزارع عدنان لحفر بئر ارتوازية في أرضه تمكنه من سقاية مزرعاته إلا أنه اليوم وبسبب جفافه عاد ليزيد عماقه ليصل به إلى ما يزيد عن ثلاثين مترا علّه يتمكن من الحصول على مياه صالحة للزراعة للسقاية أرضه الكهرباء والموطور والبيض مليون والتثمية كلف عليه أولا ما سأزرع بيه سأزرع بيه هنا يجوز دونام أو دونامين لو يقذي لو ما يقذي وإحنا مارين على موسم الصيف يعني قمنا البير أكثر شيء البير ثلاثين متر هالسما يطلع مي يطلع مي مالح لا يرهم للزراعة ولا يرهم للحلال حلالنا بيعناه كله والمات مات والبعناه ما ظل عندنا حلال وشوف هاي وضعيتنا قاعدنا آلاف الدوان شين الفائدة ما يماكو قرى ناحية بوهرز ومنذ ثلاث سنوات يعاني أهلها من العطش والجفاف ويعتمدون في زراعة جزء من أراضيهم على المياه الجوفية ما يدفعهم بين الحين والآخر إلى التفكير بهجر قراهم والتوجه إلى مراكز المدن بسبب استمرار الأزمة دون حلول حكومية عاجلة المناطق إذا فرقت هي مو من صالحة منيا راح أول شيء تكاثر يستقللها من قبل الإرهاب لأن هي منطقة حدودية مفتوحة على اتجاه بغداد عن نهروان وتؤكد الموارد المائية في ديالا أن خطط توزيع الآبار الحكومية في المناطق التي تعاني الجفاف تسير وفق ما مرسوم لها وتخضع لضوابط منها وجود المياه الجوفية وقلة الملوحة مشيرة في الوقت نفسه إلى شروع الوزارة بإنشاء محطات ضخ على نهر دجلة لتعزيز الأنهر والجداول بالمياه السطحية ومواجهة أزمة الجفاف المناطق التي بها ملوحتها عالية نمتنع عن حفر الآبار بها والتي تربتها تساعد والمزرعات التي تنزرع به على هذا الآبار تساعد على الملوحة نقدر أن نحفر بها هذه الآبار أكثر من 500 بئر ارتوازي تم إنشاؤها من قبل الموارد المائية في ديالا في غضون العامين الماضيين في وقت شرعت كوادرها بحفر 160 أخرى للاستفادة من المياه الجوفية وتأمين الحصص المائية للمزرعات والبساتين انخفاض مناسب الأنهر والبحيرات بسبب التغير المناخي دفع وزارة الموارد المائية إلى اعتماد الآبار الارتوازية لمواجهة الأزمة خطوات يراها مختصونة غير مجدية إن لم تعزز بخطوات التحرك والضغط على دول المنبع لإطلاق حصص العراق المائية أحمد الرسام الحرة ديالا